الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تتواصل أعمال قمة الحادية والثلاثين في الجزائر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يلقي الرئيس اليوم كلمة مصر أمام القمة العربية والتي سيدعو خلالها إلى تضافر الجهود خلال المرحلة الرهنة نحو تعزيز التضامن بين الدول العربية كافة وأيضا تعزيز أطر العمل العربي المشترك وسيستطرق الرئيس السيسي في كلمته إلى القضايا الفلسطينية والليبية والسورية وكذلك سد النهضة الإثيوبي من منظور أوسع للأمن المائي للدول العربية ومن المقرر أن يتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبول تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما يشارك الرئيس السيسي في جلسة تشاورية على مستوى القادة العرب والتي ستعقد لأول مرة في قمة عربية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات وذلك لدعم السلم والأمن الدوليين جاء ذلك خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتريش على هامش القمة العربية بالجزائر وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد تقدير مصر للتعاون المثمري والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيرتها على العالم مشيرا إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ كوب 27 من جانبه أشاد أمين عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف وصلت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات للنقاش حول الحوار الوطني بدائرة بلاق الدقرور بمحافظة الجيزة وذلك لليوم السادس على التوالي وعقد النائب وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين عمر حجاج لقاء جماهيري حول دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وذلك في إطار حرص التنصقية على الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين ومكترحاتهم حول القضايا المختلفة أعلن حزب العمال الذي ينتمي إليه الرئيس البرازيلي المنتخب لولا داسيلفا مشاركة داسيلفا في مؤتمر كوب 27 المقرر انعقاده في مصر ورحب علماء البيئة بفوز لولا في الانتخابات بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بحماية غابات الأمازون المطيرة واستعادة دور البرازيل القيادية في مجال تغير المناخ أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق ثلاثة صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونجياج ما لا يقل عن عشرة صواريخ في وقت سابق اليوم وأضف الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه بحر الشرق وذلك عقب تحذير بيونجياج من أن سول والولايات المتحدة الأمريكية سيدفع عن ثمنا باهظا بسبب المناورات الأمريكية الكورية المشتركة في تهديد مستثر باستخدام الأسلحة النووية يلتقي الأهل فريق الداخلية الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدور الممتاز وكان الأهل قد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية من الدوري إذ انتصر على الإسماعيلية وأصوان بهدف دون رد أمام كل منهما وفي مباراة أخرى لحساب الجولة الرابعة يلتقي الزمالق فريق إنبيا السابعة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب وكان المريض الأبيض قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على حساب سموحة وسيرميكا كيلو باترا بهدفين أمام كل منهما انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل